وكان الفوج الثاني من حجاجنا الميامين قد غادر أرض الوطن متواجها إلى ديار المقدسة لأداء فريضة الحجي هذه السنة وكان في توديعه بمطار وقشوط الدولي والتونسي ألمين العام ليزارة الشؤوني الإسلامية والتعليم الأصري هنا في قاعة الانتظار بمطار المتونسي الدولي يتجمع أفراد الفوج الثاني من حجاجنا الميامين المتواجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحجي هذا العام الحجاج أكدوا أن الإجراءات المتخذة من طرف قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي المتعلقة بتهيئة الامتعة وترطيب الأوراق المدنية كانت سلسة ومنتظمة شاكرين فخامس رئيس الجمهورية على هذه التجهيزات العدل شاكرين وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي شاكرين الطاغم اللي شارف على الأمور الجيدة إن شاء الله فتيلا ما عارينا إن شاء الله منذ الإجراءات كاملة وهو اللي يرضينا الحمد لله مقدر إجراءاته وكشورة وكالة الحج ومقدر إن شاء الله مجينا أدرك للمطار فتبارك الله ما شقرنا شي فتيلا ما شاء الله جزاكم الله وخيرا من أين جينا اليوم للمطار ما أحصرنا وهو أن هذا كامل مضبوط والناس تقبلونا بحفاوة فتبارك الله حامد الملعن وشاكلين اللي تمام بخير فتبارك الله اللي يجبرنا اليوم اللي إن شاء الله نجبره قدامنا وراجعين لكم إن شاء الله توفق وداخل هذه الطائرة التي تقل هذا البوجة البالغة 420 حاجا عين الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد بيت الله الأحمد الأسود مستوى التدابير المقام بها من أجل توفير الجو المناسب للحجاج أثناء السفر وحتى وصولهم إلى المدينة المنورة لأداء صلاة الأربعين في المسجد النبوي مع حجاج العالمي الذين أتوا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم من مطار يوم التونسي الدولي يعقوب اللصوفي الموريتانية